السلام عليكم ورحمة الله معكم هشام وهذه مراجعتي لجهاز الواوي نوفا 8 احدى جهاز من شركة هواوي والي جي بي واجهة تشغيل ميو اي 12 القريبة جدا على الهارموني او اس وتجي فهم اهم ميزة وهي ميزة السوبر دي بايس اللي حنكلمكم عليها في خلال الفيديو سعر الجهاز حيكون موجود تحت في الشاشة لان اثناء تسجيل السعر لم يتم الاعلان عنه فكالعادة هنطلب انك طلب بسيط انك انت لو عجبك المحتوى اتمنى دعمنا بلايك وايضا تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات بالصوص الفيديوهات ناول باول لاننا سيكون في فيديو تاني عن المزايا والحركات المغفية الموجودة فيه وزا ما قلت لكم نظامه قريب على الهارموني او اس فمن خلاله ممكن تعرف ما هي مزايا الهارموني او اس اللي حنشوفوها في الاجهزة الرائدة من شركة هواوي اما الآن من غير ما نطبع عليكم خلين نبدو في المراجعة فنبدأ اول شيء بتقصيم الجهاز والتي بصراحة عاجبني جدا لان لما تشوفه تحس انه هو جهاز رائد وليس جهاز اقتصادي شكله يشبه جدا جهاز الميت 40 برو خصوصا من الجمب بالنسبة للجهة الاعمية طبعا شاشة كبيرة 6.5 بوصة وايضا يوجد بها الكاميرا السيلفي موجودة في ثقب من الجهة اليسرى لا يوجد شيء من الجهة السفلية يو اس بي تايب سي وايضا سماعة وعد ذلك سورج فيه سماعة علوية ولكن خاصة بالمكالمات فقط وليس للميديا فالجهاز لا يحتوي على ستيريو سبيكر عندنا زر الطاقة زر رفع وخفض الصوت اضمن الجهة العلوية حتلاكي مكان لشريحتي اتصال بالنسبة للجهة الخلفية فتلاحظ ان فيه اربع كاميرات الكاميرا الرئيسية ومعها ثلاثة كاميرات وفلاش فبصراحة تصميم الجهاز جدا جميل وحتى وزنه بسيط جدا حوالي مية وسبعين جرام فمش هتواجه كاي مشلح حتى لو حطيت عليه مثلا كفر او كيس من فوق مش هيصبح الجهاز تقيل لان بالفعل اخفيف جدا هذا الجهاز خينتكلموا الان على الشاشة نفسها 6.5 بوصة ولكن تدعم المليار لون وايضا تدعم الرفرش ريت او معدد تردد لغاية 90 هرتز فالارقام هذه كنت نشوفها فقط في الاجهزة الرائدة الان اصبحت متوفرة حتى في الاجهزة المتوسطة والشاشة ايضا منحنية زي ما انتم شايفين ولكن صراحة كتجربة للفيديوهات او الالعاب كانت جدا ممتازة فالالوان زي ما انتم شايفين جميلة جدا فيه تشبع وفيه ايضا السلاسة فيه الاداء فبصراحة لا يوجد أي تعليق على الشاشة عجبتني جدا زي ما قلت لكم سواء كانت فيه مشاهدة المحتوى او حتى في الالعاب وبعد نتكلمنا على الالعاب فخليني جربوا لعبة الاسفلت 9 لعبة المفضلة كما احطت كان فيه علامة من فوق تقولك ان هذه اللعبة فانت ممكن تشغل وضع الالعاب او الاب اسيستنت اللي يعطيك ايضا بعض الخيارات الاخرى زي مثلا تصوير الشاشة تصوير الفيديو والجيم اكسليريشن او ترقية الالعاب بحيال ان جميع موارد الجهاز تخصص الى هذه اللعبة وتعطيك تجربة استخدام افضل من ان يكون الجهاز لا يوجد به وضع الالعاب بالنسبة لتجربة الالعاب كانت جيدة وليس ممتازة فمش هترتقي الى الاجهزة الرائدة اللي فيهم معايجات رائدة ولكن بالنسبة للمعايج الموجود فيه اللي هو الكيرن 820E تعتبر الى حد ما تجربة سليسة ولكن زي ما قلت لكم بالنسبة للجرافيك اكيد شفت احسن من هذا الشيء في الاجهزة الرائدة ولكن متنساش ان هذا الجهاز اصلا جهاز اقتصادي فالشيء هذا المتوقع لو سنتكلم على مواصفات الجهاز نزل تطبيق الـ CPU-Z وزي ما انتم شايفين هنا هو الكيرن 820 مع 8 جيجا بالنسبة للرام و 128 جيجا بالنسبة للذاكرة الداخلية عما بالنسبة للبطارية في الجيب بساعة 3800 لكن اهم ما يميزها هو الشاحن السريع اللي موجود في العلبة الشاحن الستة وستين واط يشحن هذا الجهاز في حوالي 35 دقيقة فقط و 15 دقيقة توسطك الى 50% ففي صراحة السرعات شاحن رهيبة جدا وزي ما قلت لكم الجيد في الامر ان الشاحن موجود داخل العلبة وبين ناسة ما تنسوش انكم تشتركوا في قنواتي على الانستغرام والفيسبوك وايضا التيك توك لان كل الفيديوهات الجديدة والقصيرة اللي فامتا فتح علبة او الانبوكسنج هتكون فقط على هذه المنصات بينما اليوتيوب هنخصص اكتر الى الفيديوهات الطويلة ولكن لو انتم تحبوا الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب تأكد انكم انتم تعطونا اللايك وايضا اتعلقوا على فيديو فتح العلبة القصير اللي انشرته على هذا الجهاز دابل اي يومين تقريبا لان اليوتيوب لا ينشر هذه الفيديوهات للكل انما ينشرها فقط للي مثلا يعطي لايك او يعلق عليها اما بالنسبة لعمل بطارية فصراحة كان جيد جدا تقريبا يقود لغاية يوم ونص بالراحة هو بدون اي مشاكل خصوصا طبعا زي ما قلت لكم ان الجهاز اقتصادي معالجه مش ثقيل في ذلك يوم ونص كان الرقم معقول جدا لو انتم كان مع نظام التشغيل فهو الاندرويد 11 ولكن جاء بواجهة جديدة وهي واجهة EMUI 12 اللي تعتبر اخر النسخة من هذه الواجهة والقريبة جدا على واجهة الهارموني او اس اللي جربتها في ميت باد برو التابلت الخاص بهواوي واكيد لو انتم مهتمين متنسوش تشوفوا فيديو المراجعة باش تتعرفوا اكتر على نظام الهارموني او اس من المزايا الجميلة اللي فيه انك انت الان لما تسهب على اليمين هيعطيك الكنترول بانل وايضا هيعطيك جميع منتجات هواوي او اجهزة هواوي اللي انت عندك في البيت فازا ما انتم شايفين كلها عندي طالعة ايضا لو كان عندك الابتوب والتابلت وكان عندك حتى السبر ديفايس كلها هتكون موجودة في هذا المكان في ادنى هنا في شيرينج فانت ممكن شاشتك تكون موجودة على الابتوب او على التابلت وبعض مزايا الاخرى اللي حنخصص لها فيديو مزايا وحركات مخفية للنوفا 8 فتأكد انك انت مشتك في القناة باش يوصلك الاشعار اول ما نزله واكيد لو عجبك المحتوى الى حد هذه اللحظة اتمنى دعمك بلايك لما نسحب على اليسار حيعطيني هنا قائمة الاشعارات فممكن نشوفها ممكن نتصرف بها ممكن ايضا نمسحها او مثلا انعدل اعداداتها بالنسبة للاشعارات ولو سحبت من النص سيعطيك الامكانية انك انت تتبحث في هذا الجهاز فهذه بطراحة كانت ميزة جميلة جدا والشيء الثاني هو البيج فولدر زي ما انتم شايفين فعلى سبيل المثال لو انت حطيت تطبيقين مع بعض مثلا نفترض هذا التطبيق ممكن نضغط على ان لاج وفي الحالة هذه هيكبر هذا الفولدر بحيث انه ممكن نوصل الى هذه التطبيقات بسرعة بد مني نفتح الفولدر وبعدين نفتح التطبيق ايضا موضوع الانيميشن اصبح جميل جدا فيه فعلى سبيل المثال لو اني مثلا نختار ودجت نفسد كالندر شوفوا مثلا الانيميشن اللي يصير تنظر الانيميشن بعدين تفتح فلا بصراحة جدا جدا تحسن موضوع الانيميشن في الام يو اي زي ما قلت لكم لو مهتمين سيكون في فيديو خاص بهذه المزايا والحركات المخفية وننتقل الان الى الكاميرا اللي تعتبر واحدة من اهم ما زي هذا الجهاز فعلى زي ما انتم شايفين فيه العديد من الافضاع زي مثلا البوكي مود والنايت والبورتري الفوتو الفيديو وايضا لو مشيت لي مور او للمزيد هتلاحظ السوبر ماكرو ديول فيو بحيث انك انت ممكن اتصور من الامام والخلف او مثلا بالكاميرتين الخلفيتين وايضا بعض المعطة الاخرى زي الهاي ريز بحيث يعطيك كامل الريزوليوشن او كامل الدقة بالنسبة للتصوير لدينا ايضا البانوراما موفينج بكتشر بحيث لو فيه مثلا حركة في الفيديو وهذا لدينا الدوكيمينس بحيث ممكن انت تدير سكان للنصوص ويطلع شكلها اجمل وكأنك انت مستخدم سكانر وليس كاميرا اكيد ما فيه شي خدمات جوجل وذلك هتعتمد على الاب كاليري واصبح فيه العديد من التطبيقات زي مثل انتوتو استغربت اني لقيت فيه لو تبحث على تطبيقات اكتر ممكن تستخدم البيتل سيرش فانت ممكن تكتب اي تطبيق هنا وحيجاولك لو كتبنا مثلا فيسبوك على طول حيقول انك انت ممكن اتحمله ويعطيك ايضا الموقع اللي تحمله منه لو تبت تحمل خدمات جوجل على هذا الجهاز او اي اجهزة من هواوي فممكن انت تشوف الفيديو اللي حيطلع على اعلى الشاشة او في وصف الفيديو وبالنسبة للكاميرات في الجهاز GV اربع كاميرات الاساسية منهم 64 ميجابيكسل عندك 8 ميجابيكسل بالنسبة للأولترا وايد وعندك عدسة العزل 2 ميجابيكسل وعدسة المايكرو 2 ميجابيكسل ويصور الجهاز 4K بينما العدسة الامامية جت بدقة 32 ميجابيكسل وكاميرا السوفي في المواقع تقول ان هي 4K ولكن بصراحة لما شفتها فرقيت ان هي اكتر شي تصلى 10 ATP وهذه بعض الصور والفيديوهات الملتقدة بهذا الجهاز اتمنى نسمع رأيكم فيها قلوا لي هل عجبتكم او لا ما رأيكم بالالوان ما رأيكم بالوضوح ما رأيكم ايضا بالسطوع اتمنى ان كنتم اتناقشوني في التعليقات تحت باش نعرف ناخد رأيكم خلينا انا نشوف بعض الفيديوهات اللي التقطتها بهذا الجهاز وهو تصوير 4K بالنسبة لجهاز الواوي نوفا 8 اللي ملاحظة ان السلاسة الى حد ما ضعيفة باتبار ان المعالج لن يتحمل 4K بصراحة فيفتقد الى السلاسة ولكن بالنسبة للالوان والوضوح والسطوع والHDR اعتقد انه هو ممتاز جدا التصوير الفيديو بالنسبة للواوي نوفا 8 فالسلاسة كويسة الالوان كويسة HDR مش احسن شيء والتصوير 108TB ولا يوصل الى 4K زي ما في بعض المواقع تقول ولكن بالنسبة للجهاز اللي نجرب فيه حاليا 108TB اقصى شيء فكان هذا كل شيء تقريبا بالنسبة للجهاز النوفا 8 مرة تانية لو انتم مهتمين الرابط الشيء هتلقاه في وصف الفيديو وايضا هتلاقوا في فيديو تاني ان شاء الله هنشرع عن المزايا والحركات مغفية الموجودة فيه فالى ذلك من الحين شكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وحبكم فيديو